أدعوني أستجب لكم برنامج نتناول فيه أمر الله تعالى ووعده أمر الله الناس بالدعاء ووعده لهم بالإجابة سنتناول هذه القضية من نواحي عديدة معنى الدعاء أنواع الدعاء ما يتصل بآداب الدعاء فضائل الدعاء ما هي موجبات قبول الدعاء وما هي الموانع التي تحول بين الإنسان وبين إجابة دعائه كل ذلك سنتناوله معكم من خلال ثلاثين حلقة من حلقات برنامجكم أدعوني أستجب لكم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماء والأرض وملأ ما شاء من شيء بعد أحمده لا أحسي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه فهو المحمود المستحق لكل حمد وتمجيد وتقديس الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بالعلم النافعي والعمل الصالح بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على محجة بيضاء سبيل بين واضح لا لبس فيه ولا غبش لا يزيغ عنه إلا هالك بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة على أكمل ما يكون فحقه أن يصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم أدعوني أستجب لكم هذا البرنامج هو من جملة برامج عدتها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية تبصيراً وتوعية وهداية ودلالة على الخير وتبياناً لما ينبغي أن يعرفه المؤمن وأن يعمل به ليبلغ رضا ربه في دينه ودنياه وليسعد في معاشه ومعاده هذا البرنامج هو إحدى تلك الثمار المباركة التي تنتجها وزارة الشؤون الإسلامية كل عام برعاية كريمة من وزيرها وزير المبارك مع الشيخ صالح آل الشيخ وكذلك بإشراف ومتابعة من مستشار الوزير للإعلام الشيخ طلال العقيل والوزارة بكل أجهزتها تسعى لتقديم المفيد الجديد فجزاهم الله خيراً وسدد خطاه موفق هذه البلاد ولاة ورعية قادة وشعباً إلى ما فيه خير العباد والبلاد وأسأل الله أن يجعل نفعه عاماً لكل المسلمين في أرجاء الدنيا أيها الإخوة والأخوات حديثنا في هذا البرنامج هو تحت ظلال هذه الآية نتفيأ معانيها ونقف عند مدلولاتها وهي قد أخذنا جزءاً منها عنواناً لبرنامجنا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حديثنا عن الدعاء حديثنا عن العبادة الجليلة التي رفع الله تعالى منزلتها وعلى مكانها وجعلها في منزلة لا يساميها شيء من العمل الصالح ولا يدانيها شيء من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات خلقنا الله تعالى في هذا الكون وأنعم علينا نعماً لا تعد ولا تحصى قال الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها فنعم الله لا يحيط بها عدد كما أنه تعجز الألسن والأذهان والأفكار في إحصائها جنساً ولوعاً وفرداً وما بكم من نعمة فمن الله نعم الله عز وجل علينا عظيمة أول ذلك ما أنعم به علينا من إيجادنا فنحن لم نكن شيئاً قبل إيجاد ربنا جل في علاه هو الذي تفضل علينا بالوجود قال جل في علاه هل أتى على الإنسان حين من الدهر أي مدة من الزمن لم يكن شيئاً مذكوراً نعم قد أتى علينا مدد متطاولة لم نكن شيئاً أنا وأنتم قبل أن يمنم الله علينا بالإيجاد وقبل أن يخرجنا من بطون أمهاتنا لم نكن شيئاً مذكوراً فلا ذكر لنا ولا معرفة ولا شيء مما يسعى الناس إليه في ذكرهم وطلب المنزل والمكان لم نكن شيئاً بالكلية كنا عدماً تفضل علينا بالإيجاد ولم يتركنا جل في علاه هملاً بل أمدنا بكل الوسائل التي يرتقي فيها الإنسان في مراقي الكمال في دينه وفي دنياه في تربية عظيمة تولاها رب العالمين جل في علاه فله الحمد الحمد لله رب العالمين الذي ترقى بنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً فالله أخرجنا في غاية الجهل وعاية الضعف ثم كملنا علماً وقوة وقدرة حتى بلغنا ما بلغنا من المعارف من الإتقان من الإدراك في شأنه وفي حقه وفيما يصلح به دنيا الناس ومعاشهم فكان الإنسان في غاية الإتقان خلقاً فهو أحد آيات الله فهو إحدى آيات الله العظمى الدالة على عظمة إتقان الرب جل في علاه خلقنا الله وبيّن لنا وظيفة هذا الخلق فلم يتركنا دون بيان لسبب وجودنا لعلة خلقنا لماذا نحن في هذا الكون ما الذي يطلب منا وما هي مهمتنا وأي شيء ينبغي أن نشتغل به حتى نحقق غاية الكون غاية الكون ليست ملتبسة ولا مشتبهة بل غاية الكون في غاية الظهور والجلاء يقول الرب جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول جل في علاه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا فالله سبحانه وبحمده خلقنا جميعا منذ آدم إلى آخر نفس بشرية وخلق الجن كذلك ليبتليهم ويختبر هؤلاء الخلق في تحقيق الغاية من الوجود فموضوع الاختبار هو مدى قيامنا بما أمرنا الله تعالى به مدى قيامنا بما خلقنا من أجله وهو عبادة الله عز وجل وعندما نفهم العبادة في مفهومها الواسع ندرك أن العبادة ليست محصورة على صورة وليست مقصورة في عمل أو نموذج بل هي شاملة لكل مناحي حياتنا بالاستثناء فيما يتعلق بصلتنا بالله عز وجل وفيما يتعلق بصلتنا بالكون سواء صلتنا بالناس سواء صلتنا بالحيوان سواء صلتنا بالجماد صلتنا بكل شيء من حولنا تصوغه تلك الشراء المباركة هذا الهدف وتلك الغاية العظيمة التي خلقنا الله تعالى لأجلها من رحمته بنا أن بعث إلينا رسلا يعرفوننا بها فلم يترك الأمر إلى اجتهادات البشر ولا إلى أرائهم لأنه لو ترك الأمر على هذا النحو لاختلف الناس في ذلك اختلافا لا يمكن الاجتماع معه ولا يمكن تحقيق مصالح المعاش والمعاد في ظله إنه عظيم رحمة الله بعباده كبير إحسانه بهم أن بعث إليهم رسله مبشرين ومنذرين بعثهم ليعرفوا الناس بالله ويدركوا من الرب الذي يعبدون ومن الإله الذي إليه يتوجهون إن الرسل جميعهم جاءوا يدعون الخلق إلى الله يبينون ما لهذا الرب من كمالات ما له من الحقوق ما له من جليل صفات وجميل أفعال كل الرسل على هذا العمل تتابع من نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن أعظم الرسل بيانا وأكملهم إضاحا لما يتعلق بالله والتعريف به محمد بن عبد الله فهو صاحب الرسالة الخاتمة وهو الذي جاء للناس عامة كافة فلا يحد رسالته زمان لا يحد رسالته زمان ولا مكان ولا شخص بل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فرسالته لجميع الناس في كل زمان وفي كل مكان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه هذا العموم في الرسالة اقتضى أن تكون في غاية الإتقان والكمال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أيها الأخوة والأخوات هذا البيان الذي جاءت به الشريعة في بيان تمال الله عز وجل وبيان الطريق الموصل إليه هو ما قام به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عليه هو ما جاهد الناس لبيانه وبلغ الغاية في إضاحه وقام صلى الله عليه وسلم في تبليغه غاية الكمال حتى شهد له ربنا جل في علاه في أعظم محفل وأكبر جمع اجتمع فيه العرب في مكة قبل على مرة التاريخ الذي يشهد ويحفظ مجتمع في يوم عرفة حيث قال النبي حيث أنزل الله تعالى قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا البيان هو مقدمة للحديث عن الأمر الذي خاطب الله تعالى به أو الناس جميعا خاطب به العالم من الإنس والجن خطاب أمر وخطاب وعد يقول جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هذه الآية منها سننطلق في الحديث عن ما يتعلق بأكرم العبادات وأشرفها إنه الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد وأصحاب السنن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ليس ثمة ما هو أعلى منزله وأكثر بركة وخير ونفع للعباد من الدعاء ولذي قال ليس شيء أكرم على الله أحب إليه وأقرب لعطائه وأجزل لإحسانه من الدعاء سنتحدث أيها الأخوة والأخوات في حلقات هذا البرنامج عن الدعاء مفهومه وما يتعلق به سنتحدث عن الدعاء وما يتعلق بأحكامه بآدابه بفضائله بسائر ما يتصل به فنحن لا غنى بناء عن دعائه وسؤاله يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني والحبيد إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته